اشتركوا في القناة انا برحب النهاردة خاصة بكل أب وأم لأن الحلقة دي تهمك وخصوصا لو كان في بيتك طفل مراهق أو شاب مراهق مرحلة المراهقة بتبدأ من سن 11 ل13 بتبدأ من 11 بالنسبة للبنات وبتبدأ تقريبا من 13 سنة بالنسبة للأولاد شيء مهم جدا أن احنا نقتنع أنه الإنسان كائن مركب فهو مش بس الجسد لما بنتكلم عن الصحة مش صحة الجسد بس لأنه الإنسان جسد ونفس وروح وكلنا عارفين برضو أنه النفس عبارة عن إرادة وفكر ومشاعر احنا في فترة المراهقة واحنا بالربي أولادنا بيبقى البيت صاخب جدا بمشاعر وانفعالات وردود أفعال أحيانا بابا وماما لما بيعرفوش يتصرفوا في الحاجات دي بيضغطوا على أولادهم فالضغط النفسي بالنسبة للمراهق أحيانا بيضروا وأحيانا بيظهر دوة في صورة بعض الأعراض المرضية فمثلا لو بابا وماما بيديقوا الشاب المراهق أو الشابة المراهقة ومضيقين عليهم الخناء ومش عايزين يدوهم أي نوع من الحريات أو السقة ممكن نلاقيهم فجأة يبتدوا يبقوا عصاء أو يتصرفوا بعصبية أو يدمنوا بعض العقارات زي التدخين أو المخدرات أو ممكن يفرطوا في تناول الطعام أو يمتنعوا عن الطعام وده يظهر على وزنهم إذن أنا طريق التربيتي للشاب أو الشابة المراهقة ده ممكن يأثر على صحته الجسدية بأسلوب غير مباشر عشان كده وأنا بدخل في مرحلة المراهقة وأنا كأب أو أم بلاحظ أولادي هما داخلين المرحلة دي لازم أخد بالي كويس قوي أن أنا أعلمهم يعيشوا حاجة اسمها الصمود والإنفرادية الصمود والإنفرادية مش معناها أن أنا أعيش بمعزل عن المجتمع أو أتخلف عنه لكن أعيش وواجبه الصمود والإنفرادية عشان أعيشه لازم أعيش وتأكد أو أعلم أولادي أيضا أنهما يعيشوا عشر حقائق في الحلقة دي هنغطي بعض الحقائق أو هنبتدي نذكر بعض الحقائق والحلقة القادمة هنذكر باقي الحقائق عشان ساعتها نتعلم أنه التربية الصحيحة للنشء وخاصة في السن المراهقة ده بيأثر كتير جدا على صحته في المستقبل عايز أقول مرة تاني أنا مش لازم أعلم الشاب المراهقة أو الشاب المراهقة في البيت أنهما ينعزلوا عن المجتمع أو يظهروا بصورة مختلفة عن المجتمع بالنسبة للكلام العبارات اللي بيرددوها اللبس اللي بيلبسوه كل ده بيأثر عليهم لأننا لو أكبرتهم أن هما يختلفوا عن المجتمع هما بيحسوا بنوع من التغرب ولو حسوا بنوع من التغرب هو بيبقى عنده اختيار من الاتنين يحس بالتغرب في وسط المجتمع يحس بالتغرب في وسط البيت ودايما الشاب والشاب المراهقة بيختاروا التغرب عن البيت فما بيقدروش يضحوا أن هما يتغربوا عن المجتمع لأنه ده بيحطهم تحت ضغط نفسي رهيب فبيضطروا يضحوا بالبيت ويتغربوا عن البيت لو أنا ما فهمتش الكلام ده كويس كأب وكأم ده بيضعني تحت ضغط رهيب جدا فمجرد معرفتنا بيه بيخلينا نربيهم أو ننشئهم أو نهزبهم تهزيب صحيح عشان يعيشوا في وسط المجتمع بكل عباراته وألفاظه والموضة بتاعته واللبس بتاعه زيهم مش زي المجتمع لكن يتعايشوا مع المجتمع بأسلوب صحيح ياخدوا منه الصح لكن ما يتمثلوش بالحاجات الغلط اللي فيه وكلما كان بابا وماما متمرنين ومتمارسين في هذا الموقف ساعتها بيقدروا ينشئوا جيل يقدر يحبهم أولا وما يتغربش عن الأسرة وكمان برضو ما يتغربش عن المجتمع ربنا يساعدنا دي رحلة طويلة هتستمر تقريبا من عشرة لاثناشر سنة في كل بيت فأنا بدعي ربنا أنه يساعد كل أب وأم زيي أن احنا نقدر ننشئ هذا الجيل عشان يبقوا رجال وسيدات مجتمع أقوياء يقدروا يمستلوا نفسهم كويس ويقدروا يمستلوا البيت اللي نشأوا منه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر